بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده بعد فقد سئلت عن كتاب الإمام السيطي مجمع البحرين ومطلع البدرين ما خبره وما نبأه فقلت بالله التوفيق ذكر هو رحمه الله تعالى في آخر كتابه الإتقان في علوم القرآن في فن طبقات المفسرين قال رحمه الله تعالى وقد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المقولة والاستنباطات والإشارات والأعريب واللغات ونكة البلاغة ومحاسن البدائع وغير ذلك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلا وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين وهو الذي جعلت هذا الكتاب مقدمة له والله أسأل أن يعين على إكماله بمحمد وآله صلى الله عليه وسلم فاستفدنا من هذا النص أن الإمامة كان عازما على هذا التفسير بل بدأ فيه بالفعل وأنه حالة أو وقتة تأليفه لكتاب الإتقان بل عند نهاية تأليف الإتقان لم يكن أكمله ودع الله أن يكمله بقوله والله أسأل أن يعين على إكماله وإذا ذهبنا لكتابه التحدث بعمة الله وهو سيرته الذاتية نجده قال في القسم السابع ما شرعت فيه وفتر العزم عنه وكتب منه القليل أركز في قولي وفتر العزم عنه وكتب منه القليل أول كتاب في هذا القسم مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير وصفه بقولي جامع بين المنقول والمعقول والرواية والدراية كتب منه إلى قولي تعالى اهدنا الصراط المستقيم في كراليس وكتب منه صورة الكوثر فللأسف الشديد يظهر أن الإمام السيطير رحمه وتعالى لم يتمه ولأجل هذا لما ترجم لو تلميذ النجيب عبد القادر الشاذلي في بهجة العابدين في الباب الثالث في أسماء المصنفات التي ارتضاها وأبقاها لما مات في فن التفسير وتعليقات القرآن لم يرد ذكر لهذا التفسير تماما هذا ما وقفت عليه حتى الآن والله الموفق والمستعان الخلاصة أن هذا التفسير كان الإمام السيطير عازما عليه ولكن فتر عزمه عنه ولم يتمه بل ظهر أنه ما كتب منه أصلا إلا القليل وحسبنا الله ونعمة الوكيل اللهم صلي وسلم وبركا نبي محمد بعض دي خلقك وردى نفسك وردى تعرشك وردى كلماتك ربك في اللي والولدي والمشيك المسمين إلهي نجي من كل دخل فانت إلهنا مولى جميع وهبلي في المدينة مستقررا ورزقا ثم دفن البقيع ورحل إمام السيطي وجميع علماء الإسلام وجزهم عنا خير ونفحنا بعلمهم يا كريم آمين صلى الله عليه وسلم